هنروح لخبر ثالث مهم مصر بتستضيفه خلال هذه الفترة 22 دولة تشارك في كأس العالم للقوة البدنية بشرب الشيخ بالحقيقة بل مروح للخبر في رياضة كمان طالعة بشكل كبير جدا ومصر بتحقق فيها إنجاز كبير وهي القوة البدنية وكنا استضافنا أبطال مصر والحقق ومديليات كبيرة أو مديليات مهمة فيها على المستوى الدولي هي دي هي مجموعة من يعني داخل فيها رفع الأثقال ده هافس كوات بتعمل فيها هافس كوات يعني مجموعة كنا عملنا عليها حلقة وممكن نعمل عليها حلقة تانية عشان نوريها لحضركم من يومين انطلقت بطولة كأس العالم للقوة البدنية لو تستضيفها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 9 فبراير والجيب طبعا فيها دين مدينة السحرة مدينة السياحة طبعا العالمية واكد لواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة البدنية لتنظيم البطولة ده جي بعد قرار من اتحاد دول اللابة بعد اللي شافوه لما مصر نظامت نسخة السنة اللي فاتت في مدينة الغرداء ونال إعجاب كل الدول واللعيب المشاكل وانتخابنا مشارك في البطولة دي بهدف الفوز بها بالرغم من مشاركة دول كبيرة وقوية زي روسيا وإيطاليا وأمريكا والمجر والعلاق أقوى دولة فهذه اللعبة الروس منتخابنا مشارك في البطولة دي باعثة مكونة من 9 لعبات و11 لعب خلينا أقول أنه النهاردة بطولات زي دي لما بتلاعب في الغرداء أو شرم الشيخ أنت النهاردة عندك ضربت عصفرين بحجر أول حاجة أنه أنت نظمت فنيا لفرقك وشاركت وأجبت كل أبطال العالم عندك ونشرت اللعبة الهدف الثاني الهدن اللي مش متشاف وأثاره ما بتبانش مباشرة وهي الأثار السياحية النهاردة أبطال العالم دول كلهم لما ياخدوا صور على البحار وعلى الشواطئ المصرية سواء في الغرداء السنة اللي فاتت أو النهاردة في شرم الشيخ من يومين دول في شرم الشيخ دي أكبر دعاية ممكن تتعمل للدولة المصرية أنت النهاردة مش نعصك أي حاجة في السياحة أنت تبقى دولة عظمة في السياحة النهاردة الدولة المصرية وفرق كل شيء عندك السياحة الشاطئية عندك السياحة الأثارية أو الأديمة يعني الأثار المصرية عندك عندك الشمس طول السنة عندك كل شيء يأهلك لكده فالنهاردة البطولات دي بتمشي في الاتجاه ده فالنهاردة لما تلاقي كل البطولات دي أو كل أبطال العالم بيجوا بيتصوروا اللي البطولات اللي تلاعمل في القاهرة بيروح لأهرامات يتصوروا في الأهرامات ويتصوروا في المتحف المصر الكبير يتصوروا في المتحف الحضارات كل ده برضو في نفس الاتجاه اللي بيروح شرم الشيخ والغرداء نفس الكلام فالنهار دا البطولات التنظم على الأرض مصر بتنجح نجاح كبير وبيبقى ليها طبعا زي ما قلنا عصفورين بحجر وده في الآخر بيصب المصلحة الدولة المصرية كل واحد في مكان ولو عمل اللي عليه أكيد في الآخر مصر وكلها تطلع الوضع